وفي قلب القارة السمراء رسخت مصر أسس تعاون مشترك مع دول أفريقيا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنيا وإنسانيا فخلال العقود الماضية وظفت مصر قدراتها البشرية وخبراتها وإمكاناتها ومكاناتها الدولية لتعظيم مصالح شعوب القارة الأفريقية عناصر عديدة تتكامل وتتناغم استطاعت أن تعيد مصر لريادتها ومكاناتها أفريقيا بل تخطت ذلك لتصل إلى مرحلة إطلاق مبادرات من شأنها دعم الدول الأفريقية والتوجه إلى طريق تعزيز العمل الأفريقي المشترك ارتكازا على الرصيد الكبير الذي يوفره البعدان التاريخي والجغرافية رسخت مصر أسس تعاون مشترك مع دول القارة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنيا وحتى إنسانيا تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وإمكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح شعوب القارة الأفريقية باتت الاستراتيجية المصرية واضحة نحو القارة الأفريقية لا سيما في الأزمات حيث ترجمتها العديد من الأحداث والخطوات خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما أعقبها ولعل أبرزها دعم مصر لأشقائها الأفارقة في ملف مكافحة فيروس كورونا فقد قدمت مصر مساعدات إغاثية تتعلق بالجائحة لدول القارة وتكلل ذلك بسعيها لإنتاج اللقاحات المضادة للفيروس والتوسع في الإنتاج والتصدير للقارة السمراء باعتبار أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تنتج اللقاحات ولم يتوقف الدعم التنموي المصري للقارة الأفريقية في المجال الصحي عند توفير اللقاحات بل تعظم بتنصيق مصري لإنشاء مستشفيات بعدد من دول القارة منها غانا وجيبوتي فضلا عن جهود سابقة في نقل الخبرة المصرية في علاج فيروس سي ومرض الملاريا إلى دول القارة ككل من خلال إرسال كوادر طبية فضلا عن مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي ضمن مبادرة مئة مليون صحة حيث تسعى مصر لتعميمها على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية كما ارتكزت السياسة المصرية تجاه أفريقيا على مسارات متوازية عدة أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقي وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه حيث نفذت مصر أعمال إنشاء سدود ومحطات مياه شرب جوفية كما حفرت أكثر من مئة بئر بعدد من الدول الأفريقية وعلى صعيد الإنشاءات تتواجد الشركات المصرية بداخل 23 دولة أفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق الكبرى أحداثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء في تنزانيا ولعل من أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء هي مشروعات الربط بين مصر وأفريقيا من خلال قطاعي النقل والمواصلات والقهرباء وأهمها مشروع القاهرة كيبتون والربط الكهربي بين أفريقيا وأوروبا ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة وعلى صعيد آخر تتخذ مصر مصارا سياسيا تتبنى فيه القضايا الأفريقية في المحافل الدولية وتدافع عنها من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول الغنية والفقيرة وبذل الجهول لمساعدة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كما تلعب مصر دورا محوريا لتسوية الأزمات والصراعات والحروب التي تقف عائقا أمام التنمية والاستقرار في القارة ولم تغفل مصر التغيرات المناخية خاصة بعد أن أصبحت إحدى الدول المركزية في التعامل الدولي مع قضايا المناخ فأطلقت مصر المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة نيابة عن القارة الأفريقية في 2015 كإطار فعال لحجل الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة فضلا عن تأكيدها الدائم على أهمية دعم دول القارة السمراء وتمويلها للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتي تكللت بصدافتها قمة المناخ كوب 27